السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم واستفد مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنشتغل فيه على التعبير الكتابي الموضوع هو تلخيص نص إخباري النص الذي سننطلق منه أو سنقوم بتلخيصه هو نص سبق وأن تعرفنا عليه نص وظيفي بعنوان عاشقة النجوم والمجرات إذن مطلوب أتذكر رحلة مريم شديد إلى القطب المتجمد الجنوبي إذن في هذا النص تعرفنا على رحلة مريم شديد إلى القطب المتجمد الجنوبي واهتمام وسائل الإعلام بهذا الحذات وكون مريم شديد كانت عاشقة للنجوم ولعلم الفلك وتحدت الكثير من الصعوبات والعراقيل لكي تكون عالمة فلك فحققت ما أرادت وكانت نموذجا للمرأة المغربية الناجحة إذن أستعد لتلخيص النص انطلاقا من توجيهات أستاذي أو أستاذتي إذن لتلخيص النص ينبغي أولا أن نقرأ النص المراضي تلخيصه قراءة فاحصة مركزة ونستخرج الأفكار الواردة فيه كذلك نهي أدوات الربط المناسبة إلى غير ذلك من العناصر التي ينبغي أن تتوفر لكتابة هذا التلخيص إذن المطلوب منكم إعادة قراءة النص قراءة فاحصة من أجل تلخيصه ولذلك سنستعين بالخطاط الآتية استعدادا لإنجاز المطلوب منا إذن المطلوب أولا استخرج المعلومات العامة للنص إذن سنستخرج المعلومات الواردة في النص فيما يخص هذه المعلومات هيأت لكم هذا النموذج إذن من بين المعلومات الواردة في النص هناك رحلة مريم شديد إلى القطب المتجمد اهتمام وسائل الإعلام بالحدث عشق مريم شديد للنجوم وعلم الفلك الانتقال إلى فرنسا لمتابعة الدراسة الصعوبات التي اعتردت مريم شديد غياب التشجيع من طرف أساتذتها وذويها ثم أيضا في النص هناك وقفنا على أن مريم شديد هي نموذج للمرأة المغربية الناجحة كذلك حديث مريم عن المواصفات الواجب توفرها في المرأة المغربية كي تبلغ هدفها إذن هذه هي المعلومات العامة لهذا النص الآن سننتقل إلى المرحلة أو الخطوة الموالية استخرج المعلومة الأساس لكل فقرة إذن سنستخرج الفكرة العامة لكل فقرة إذن يمكن أن نحدد أفكار النص هكذا إذن ذكر الكاتب رحلة مريم شديد إلى القطبي المتجمد كأول عالمة فلك عربية واهتمام وسائل الإعلام بهذا الحدث البارز إذن هذه الفكرة العامة للفقرة الأولى الفقرة الثانية تميز مريم شديد بالتحدي والرؤية العلمية النافذة والمعرفة الدقيقة بالنجوم ثالثاً إبراز الصعوبات التي اعترضت مريم من أجل الانتقال لمتابعة الدراسة بفرنسا وغياب التشجيع والمساندة رابعاً معاناة مريم مع قسوة الظروف المناخية في القطب المتجمد الجنوبي والفكرة الخامسة والأخيرة مريم مثال حي للمرأة المغربية المتميزة بالصبر والتضحية ووضوح الهدف والطريق وتشريف الوطن إذن هذه الأفكار العامة للنص الآن أختار الروابط المناسبة إذن أدوات الربط المناسبة التي سنربط بها بين الأفكار إذن مثلاً من بين الروابط التي سنوظف في الربط بين الأفكار هناك الواو هناك ثم أيضاً سنستعمل بالإضافة إلى إذن قلنا سنستعمل بالإضافة إلى سنستعمل أيضاً حيث نستعمل أيضاً أما نستعمل أيضاً من جهة نستعمل أيضاً من جهة أخرى أيضاً وفي النهاية إلى غير ذلك من الروابط التي يمكن استعمالها إذن بعد هذه المراحل تأتي مرحلة كتابة الملخص إذن أكتب ملخصي إذن سأقدم لكم نموذجاً لملخص لهذا النص نص عاشقة النجوم والمجرات هذا الملخص يمكنكم فقط لاستعانة به والكتابة على منواله وليسا نقل الملخص حرفياً إذن تحدث الكاتب عن رحلة مريم شديد إلى القطب المتجمد باعتبارها أول امرأة عربية واهتمام وسائل الإعلام بهذا الحدث البارز ثم إذن هنا استعملنا ثم وبعد ذلك استعملنا حرف الربط الواو ثم هنا سنستعمل ثم ثم تطرق إلى ذكر ما تتميز به من صفات كالتحدي والرؤية العلمية النافذة والمعرفة الدقيقة بالنجوم بعد ذلك إذن هنا أدت الربط بعد ذلك انتقل لإبراز الصعوبات التي اعترضتها من أجل الانتقال لمتابعة الدراسة بفرنسا وغياب التشجيع من طرف أساتذتها وذويها إضافة إلى معاناتها إضافة إلى معاناتها مع قسوة الظروف المناخية خلال السنوات الأربع التي قضتها في القطب المتجمد الجنوبي وفي نهاية النص اعتبر الكاتب مريم شديد نموذجا للمرأة المغربية التي تحب وطنها وتسعى دوما إلى تشريفه إذن هذا النص فهو معدل وفي صيغته النهائية أنتم يمكنكم كتابة ملخصكم وعرضه على الأستاذ قصد تصحيحه في المحاولة أو لا تم إعادة تنقيحه وتصويبه وفي الأخير كتابته في صيغته النهائية إذن ها هو الملخص أمامكم يمكنكم فقط الاستعانة به كما قلت والنسج والكتابة على منواله إلى اللقاء